اشتركوا في القناة النهاردة بالتأكيد هيكون عندنا إطلالة على نتيجة مباراة الأمس بين الأهلي وفريق طلاق الجيش وفوز النادي الأهلي بربعية استمرار ربعيات كولر في الدوري العام أكيد عندنا تفاصيل جديدة تخص هذه المباراة أهمية الانتصار الانتصارات المتتالية عشر انتصارات متتالية للأهلي في الدوري العام الاقتراب من بيراميدز المتصدر في الدوري العام رغم فارق المباريات المؤجلة لصارح بيراميدز حتى الآن بحوالي أربع مباريات مؤجلة الأهلي يواصل الضغط قطار الأهلي مستمر الحمد لله بنجاح حتى الآن من أجل اللحاق بركب الصدارة خلال الفترة القادمة كمال عندنا النهاردة تفاصيل وكواليس في ملف التحكيم هذا الملف اللي بنتكلم فيه بشكل يومي نتيجة الأحداث المتصارعة والمتتالية داخل مقر اتحاد الكرة في خمسة شارع الجبلية بالأمس وفي مساء أمس اتخذ اتحاد الكرة قراراً بإعادة هيكلة لجنة الحكام هل هي هيكلة؟ هل هناك تطورات جديدة في التعادلات التي تمت داخل لجنة التحكيم؟ هل كان هناك قراراً آخر تم تأجيل تنفيذه لأسباب أخرى متعلقة بقرارات أخرى؟ كل دي النهاردة تفاصيل وكواليس هنعلنها من خلال برنامج التريند أكيد هيكون عندنا كمان تفاصيل متعلقة بالأهل والمنتخب الأولمبي وآخر الأحداث الموجودة في السوشيال ميديا وأكيد شايفين الساحة الرياضية فيها تفاصيل كتيرة وفيها كلام مهم جداً ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وأنا عارف الناس كلها مهتمة بما يدار في ملف التحكيم سواء من تصرحات أو أخبار أو معلومات ولكن يهمني أسمع رأي حضراتكم في قرار اتحاد الكرة بإعادة هيكلة لجنة الحكام هل تتوقع أن يؤثر ذلك على أداء التحكيم في المباريات؟ كل واحد يشارك معنا في الإجابة على السؤال عشان نعرف رأي حضراتكم فيما يحدث في ملف التحكيم وقرارات اتحاد الكرة الغريبة اللي بتتاخد في توقيتات أصلاً كمان غريبة جداً كل ده هستعرضوا في الجزء الأخير من برنامج التريند من خلال تعليقاتكم على صفحات قناة الأهل عبر السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو حتى منصة اكس أو حتى عبر الانستجرام لكن دلوقتي نروح لي أهم العنوان البداية في تريند الأهلي بعد ربعية الطلاقع الفريق يستعد لمواجهة الداخلية وفي التريند المحلي ميكالي يعلن قيمة المنتخب الأولمبي غداً الأربع وفي التريند العالمي رونالدو يعلن الاعتزال الدولي عقب يورو عشرين أربعة وعشرين خسارة كبيرة جداً هتكون في عالم كرة القدم بعد اعتزال كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو من أبرز اللاعبين اللي ممكن تخدهم بالنسبة لك يعني حد تقدر تاخد حياتك كلها وتفكر في حياتك كلها وفي مستقبلك كله بنفس تفكير كريستيانو رونالدو لعيب مهما وصل من العمر لسه بيقدي لعيب رياضي يعني كل حاجة ممكن الشاب بشكل عام سواء يكون رياضي أو غير رياضي عايز يطبقها في حياته يمشي على نفس القياس اللي بيطبقه كريستيانو في حياته القروية أو حتى في حياته الرياضي نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة فيه لقطة جديدة مش اقول جولة جديدة لا النهاردة فيه لقطة جديدة النهاردة استئناف واستكمال مباراة سموحة وبيرامدز من دقيقة 49 والنتيجة تعادل إيجابي واحد واحد وده بعد قرار ربطة الأندية باستئناف استكمال المباراة من اللحظة لتوقفت عندها المباراة في صافرة الحكم محمد سلام مميد المباراة تكون الساعة 7 ولكن على استاد برج العرب وليس استاد الأسكندرية نروح لباقي المباراة امبي والمولين النهاردة دي جولة جديدة هيكون الساعة 7 من مساء اليوم اليورو وآخر مباراة دور السبتاشر رومانيا وهولندا الساعة 7 النمسا وتركيا الساعة 10 كوبا أمريكا وفجر الغد النهاردة في المساء كده وفجر الغد الأربع البرازيل الساعة أربعة هتلعب مع كلومبيا وفي نفس التوقيت كوستاريكا هتلعب مع براجوي دي كانت أبرز المباراة والعنوين وتفاصيل حلقة النهاردة نخرج إلى فاصل ثم نواصل بربعية نجح الأهلي في اقتناص سلاس نقاط هم جدا من فريد طلاع الجيش على استاد القرلية الحربية بالأمس أربع أهداف مقابل لشيء وضياع ضرب الجزاء من الأهلي يمكن أهضرها طاهر محمد طاهر وتصدى محمد الشناوي لضرب الجزاء سددها لعب طلاع الجيش نقدر المباراة فيها يعني المباراة فيها تفاصيل كتير إيجابية أولا حصلت أهداف ممتازة جدا ثانيا استعادت سقط عدد من اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس اللي كانوا بعاديين لفترة طويلة عن المباراة رابعا تصدى محمد الشناوي لضرب الجزاء في توقيت مهم جدا لمحمد الشناوي في الفترة دي بعد عودته من الإصابة والفترة الطويلة اللي كان بعيد فيها عن المشاركة في المباراة الأهداف اللي قدامنا على الشاشة هدف طاهر محمد طاهر في البداية في دقيقة 12 ثم هدف عمر السلية في دقيقة 34 وهدف محمد عبد المنعم بالتخصص في دقيقة 38 ثم هدف وسام أبو علي في دقيقة 90 من الوقت أو في دقيقة 90 زائد 3 دقيقة وقت بدل ضع دقيقة 93 يعني وكان بتمريرة رائعة جدا من طاهر محمد دطهر ضمن طبع الأهداف على الشاشة الأهداف متميزة جدا والجميل في الأهداف توقيتتها التلت أهداف في أول نص ساعة وده شيء كويس جدا وإيجابي جدا وده هدف السلية بقول لحضراتكم الميزة مبارح كان فيه استعادة ثقة لعدد كبير من اللعيبة منهم السلية هدف السلية في الداخلية ما ننساش التوقيت اللي أحرص فيه السلية هدف زي دا كان مهم جدا هدف السلية بالأمس في طلاع الجيش مركة محمد عبد المنعم وتسجيله في المكان دا تحديدا عبد المنعم في المكان دا لما بيحرز هدف بيفكرنا كده بصوالاته وجولاته في مباراة الرجاء المغربي مباراة الوداد المغربي أهدافه في الفرق العربية في النهايات الإفريقية في السنوات الأخيرة وشايفين طبعا احتفال اللعيبة مع محمد عبد المنعم احتفال يعني قوي شوية بس أكيد اللعيبة فرحانة مبسوطة بالأداء وبالنتيجة مشاركة خلق عبد الفتاح في مركز الزهير الأيمن مباراة شيء إيجابي جدا إنك تلعب التسعين دقيقة وإنت بتريح عناصر عديدة ما بتشاركش أو ما لعبتش مباراة 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 رغم أنك بتشارك بشكل أساسي يعني مباراة طاهر نقدر نقول مباراة لعب فترة كبيرة جدا في المباراة يعني مباراة لو نبص على التغيرات خرج منع والشحات ومراوان عطية وأقرم توفيق وعمر السلية طاهر مباراة خادت تسعين دقيقة ولما جاد ضرب الجزاء كولر هو اللي قال خلي طاهر يشوت عايز يديله الثقة من تاني عمر السلية لما جاب جن في الداخلية مباراة بمشاركته لغاية الدقيقة بصوا في الدقيقة الكام يعني مباراة السلية خارج في الدقيقة خمسة وسبعين خمسة وسبعين دقيقة بيشارك فيها السلية من أول التشكيل الأساسية لغاية لما خرج في الربع ساعة الأخيرة دي ثقة الهدف التالي بيحرزه دي ثقة لما ينزل كريم ندفد لما ينزل محمد مجد أفشا لما يحتفظ بإمام عشور على دكة البودلاء وما يدفعش بيه في المباراة كلها كل دي حاجات إيجابية كولر عايز يوصل بها رسايا للعيبة قبل الجماهير لنخد بالكو كمان كولر عايز يقول للناس يا جماعة أنا الجاهز اللي عندي هو اللي بالعب بيه الجاهز اللي عندي هو اللي بالعب بيه ولو فيه لعيب مستوى قل شوية يريح وينزل لعيب تاني ياخد الفرصة ده شيء كويس جدا وده اللي احنا عايزينه دايما من مارس الكولر للفترة اللي جاب مفيش حد كبير على المشاركة بشكل أساسي كنا لسا شايفين دلوقتي محمد الشناوي الكيلين شيت وبيتساوى مع الكابتن أحمد شبير في عدد المباريات اللي لعيبها مع النادي الأهلي وكان كل المباريات اللي لعيبها حوالي 100 حاجة و30 مباراة كيلين شيت شايفين تصدي الشناوي أنا بقول لكم التصدي ده ورقلة الجزاء دي هتبقى نقطة فارقة للشناوي في المرحلة دي على فكرة الشناوي يا جماعة مش في مجال التقييم ولكن حارس مرمى كبير لما بيكون راجع من فترة إصابة طويلة وفي منافسة قوية على حراسة مر يعني مركز حراسة المرمى في الأهلي الأمر بيبقى السهل فالشناوي بقى راح تصدق لضرب الجزاء في توقيت مهم جدا كان نفسنا بقى المشهد يكمل ويكون فيه هدف لطاهر محمد طاهر بخلاف الهدف اللي أحرازه في الدقيقة 12 ولكن برضه هو كمان تميز يعني كان ممكن يتميز في إحراز ركل الجزاء مهمة جدا على حساب طلاق الجيش النهاردة مباراة طلاق الجيش لسه في مباراة تانية مع طلاق الجيش وهتكون بعد مباراة الداخلية اللي جاي نلعب مطش الداخلية يوم الخميس مباراة بيرامدز يوم اتناشر ويوم اتنين وعشرين وطبعا ما بينهم هيكون فيه مباراة يوم ستاشر طبعا بيرامدز مش هيلاعب الاهلي إلا يوم اتنين وعشرين ويوم اتناشر هل عنده في العشر تيام دول أي مباراة تانية لا مفيش عشان تعرفوا بس مدى العدالة والمنافسة اللي الناس بتتكلم عليها وإن تأجلات الأهلي دي تيجي في صالح الأهلي التأجلات دي جاي في صالح بيرامدز هيلعب الاهلي يوم 12 يوم 22 عشر تيام راحة والفريق اللي هيواجهه في المنافسة على بطل الدوري عنده مباراة يوم 16 فتعرفوا وتشوفوا دلوقتي لما تشوفوا جدول الدوري والموعيد بتتحطي ازاي وان المعجلات دي ما بتخدمش الاهلي بالعكس بتضر النادي الاهلي وبتضر الاهلي ليه؟ لان الاهلي نجح السنادي على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي مقابل فرق خرجت مبكرا ولكن بتقدم لها حاجات ايجابية كتير في موعيد جدول الدوري يعني وفي الاخر الناس برضو مش عاجبها وبتقول احنا بنتظلم عموما الاهلي ازاي بيستعد لمواجهة الداخلية وكيف استفادة كولر من مباراة طلاقع الجيش الاهلي بالمناسبة عنده دلوقتي 51 نقطة والبيراميدز عنده 62 نقطة الفارق بيتقلص ل11 نقطة وعند المباراة المؤجلة حاليا اربع مباراة لسه مطش النهاردة ما اسموحها لما نشوف الوقت المتبقي النتيجة تخلص على ايه؟ اللايحة بتقول المطش يتعاد اللايحة بتقول مطش بيراميدز واسموحها يتعاد ولكن حصل مكس كده ما باللايحة الربطة مع لايحة الفيفا وفي الاخر المطش هيستكمل وبرضو الناس مش عاجبها وبتقولك احنا بننظله عموما نروح دلوقتي نتطمن ونشوف الاهم الفارق بيستعد ازاي للمرحلة اللي جاية مطش الداخلية ازاي استفاد كولر من مطش طلاقع الجيش كل ده انا اعرفه دلوقتي من خلال زمننا كريم احمد المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة لان على طول في استيناف للتدريبات لا وقت للراحة وانضمكم طبعا الفيول عالي جدا والمتميز لمقر النادي الاهلي في الجزيرة كريم مساء الفل واخر الاخبار عندك والجديد لو في جديد بعد مباراة النهاردة وقبل الاستعداد لمباراة الداخلية مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان بنبارك اكيد لكل جمهور النادي الاهلي للعابتنا اللي الحقيقة في فترة ضغط كبيرة جدا وما بتشوف النتيجة محمد بالاصرار الكبير جدا بالرغبة الكبيرة عند العابة النادي الاهلي عشان كده بنقول كل التحية والتقدير للعابة النادي الاهلي على الرغبة الكبيرة المتجددة في كل مباراة مهما كانت الظروف بتشوف تكتلات دفعية بتشوف تاكتك بيمثلك صعوبة شوية في ان انت توصل لليق المرمة كل الامور دي الحقيقة بتقابل صعوبة على المستوى التكتيكي والفني لكن امر مميز جدا ان انت تحقق هدف واثنين وثلاثة واربعة وبتهدر اهداف ويتقلق عدد من اللاعبين فعشان كده بنبارك لكل اللاعبين مباراة كانت مهمة جدا تلات نقاط مهمين جدا النادي الاهلي الحقيقة في ظل هذا الضغط بيخطو خطوات ثابتة للامام لاعتلاء المنصة كالعادة ومنها الحفاظ على لقب بطولة الدور العام مباراة كانت غاية في الاهمية زي ما قلنا كل اتنين وسبعين ساعة مباراة امر بيكون صعب شوية على الجهاز الفني وعلى اللاعبين لكن هو ده قادر النادي الاهلي لابد ان انت تكون مستعد بشكل كبير التيم كله لابد يكون على قلب الرجل واحد زي ما قلنا اكتر مرة محمد اللي قاعد على الدك قلبه اكتر كمان من المتواجد في الملعب عشان كده ربنا بيكرم المجموعة كلها وبتشوف هذا الاداء المميز الصفحة انتهت تماما بالنسبة لي مباراة طلاع الجيش عندك مباراة مهمة جدا ولو انتذكر المباراة الداخلية اللي كانت ايضا كمان من عدد قليل من الايام الماضية الشكل كان فيها عمل ازاي النادي الاهلي ما كانش مستوى مميز فيها دي المباراة عشان كده مباراة الداخلية القادمة لابد يكون فيها تركيز اكبر من مباراة طلاع الجيش كل مباراة لابد ان انت تحط هدف كالعادة هو الثلاث نقاط ومنها ايضا كمان ان انت المنافس القدامك تدي له كل الاحترام والتقدير مهما كان تواجده في جدول الدور العام مهما كان عدد نقاطه كل فريق بيقابل النادي الاهلي سواء مباراة كأسة وايضا كمان بيقابل نادي القرن عشان كده بنشوف مجهود كبير بيبزل من الفرق المنافسة اللي بتقابل فريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله باذن الله عندنا سيقة كبيرة جدا في كل المجموعة وايضا كمان مع ميسر كولر اللي بيحاول ان هو يعمل روتيشن كبيرة محمد خلال الفترة الماضية والفترة القادمة مهم جدا ان انت توزع الجهد مهم جدا ان انت تحضر كل اللعيبة لازم اللعيب يكون رجليه في ارض الملعب حتى لو دقائق قليلة لكن ان انت بتدي له عدد من الدقائق ده امر كان مهم جدا فقدان عدد من اللعبين من الاصابات يمكن احنا لو بنتكلم عن الاصابات محمد متواجد معنا طبعا مستمر في التأهيل عمر كمال وبرستاو لكن بينضم لهم امر خاص طبعا بعيدا عن الاصابة وهو الحصول على ثلاث انذرات اكرم توفيق وايضا كمان طاهر محمد طاهر لكن بشكل عام يعني زي ما بقولك الاسكواد اللي نادي الاهلي اسكواد مميز مليء به اللعبين المميزين اللي يقدر ميستر كولر ان هو يعني يجد عنصر واثنين وثلاثة حتى لو في مكان مش مكانه فالحمد لله الامور طيبة جدا بالنسبة لي الفريق بدون راحة نهارد ركافري هيا النادي الاهلي هاستعد لي تدريب ايضا كمان بالنسبة لي غدا مباراة الخميس مباراة مما زي ما قول لكن الحمد لله محمد الامور ماشى بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الاهلي طيب قبل مباراة طلاع الجيش يمكن كنا حصلنا على تصريح من دكتور احمد جبالة طبيب فريق النادي الاهلي واكد لنا ان اقرم توفيق سليم وكمان عمر كمال عبدالواحد نزل في التدريبات الجماعية وبيرس تاو لسه شوية وقت وبالفعل لما تبعنا مباراة طلاع الجيش لقينا اقرم موجودة في التشكيل الاساسية ولكن عمر كان لسه اول تدريب فما كانش فيه وقت مساحة انه يكون جاهز للمباراة اه نزل التدريبات ولكن الفورما لسه شوية هل ممكن من النهاردة نشوف عمر داخل في التأسيمة ممكن يلحق لقاء الداخلية ولو عندك تفاصيل على بيرس تاو البرامج التاوي يخلص امتى يا كريم؟ يعني هل ممكن يلحق الماتش اللي جاي ولا بيتم تحضير وتجهيز بيرس تاو لمبارتي بيرامدز اللي هيكونوا بالتأكيد يعني علامة فارقة في مشوار للدور العام بالتأكيد يا محمد طبعا انت عارف التأني الكبير جدا من الجهاز الطبي ومن الجهاز الفني على الدفع باللاعب في المباريات ده بيكون فيه تحفظ شوية اه يمكن عمر شارك في التأسيمة شارك في التمرين الجماعي لكن ايضا كمان بحرص يا محمد دون تدخلات قوية لان انت ما تفقد لاعب في هذه الفترة فترة طويلة بيكون امر صعب شوية ممتظرين النهاردة نشوف عمر كمال في التأسيمة وممتظرين ايضا كمان نشوفه فيه تدريب الغد الامور بتتدح محمد اذا ما نشوف الالتحامات والاشتراكات الامور اللي فيها سبرينتات بالنسبة ليه التأسيمة دي اللي بتديك انطباع انه حتى ممكن يكون متواجد في القائمة ما يبقى كارت على دكة البودلاء بالنسبة لمستر كولر لكن عمر ماشي بشكل منتظم وهو خلاص يعني في المرحلة الاخيرة ليه الدخول ان شاء الله في قائمة المباريات على الجانب الاخر حقيقة بيرسي تاو زي ما بقولك الخلفية بيكون صعبة شوية محمد بيبقى فيها ايضا تأني كبير بيكون فيها قياسات عديدة جدا بيكون فيها شكل تدريجي بالنسبة ليه الدفع حتى في التدريبات بيرسي يعني زي ما انت قلت مباريات بيراملز الحقيقة موارات مهمة جدا ومباراة ايضا كمان لفريق النادي الالاكم ومباراة حاسمة وفاصلة فيمكن بيرسي تاو التأني الكبير عليه والهدوء الكبير عليه بالنسبة للجانب التأهيل لان انت عندك ضغط كبير جدا وعندك مباريات مهمة خلال المرحلة القادمة عشان كده بنقول يعني اما بيكونوا في التدريبات بيقدوا بشكل كويس الناس ممكن تقول لك ظهر في التدريب قد اداء كويس لا كولر ممكن بيدي انطباع للجميع تدريب واتنين وثلاثة واربعة على اساس ان هو يوصل للمرحلة الذهنية المميزة جدا وايضا كمان بتقيس الامور دي كلها على الجانب الطبي والشكل الطبي مع التأرير الخاص من دكتور احمد جبالة اللي بيقوم بدور كبير جدا الحقيقة مع كل فريق النادي الاهلي مش هنستعجل لنظومة محمد على قد ما احنا الحقيقة يعني بنقول كل لعيب يكون داخل قائمة النادي الاهلي لابد يكون جاهز بنسبة 100% لان الاحتياج في المباراة بيكون يعني ظهر في طارق ممكن لعيب يصاب تحتاج ان انت تلاعب لعيب في مكان مش مكانه فعشان كده لابد يكون جاهز بنسبة 100% من الجانب الطبي لكن معنا الحمد لله النهاردة نقدر نشوفه وبكرا ان شاء الله يا محمد نقدر نشوفهم فيه تدريبات ومش بقيد ممكن نلاقي عمر كمال فيه قائمة فريق النادي الاهلي بنسبة لي المباراة القادمة طيب سؤال اخير يا كريم برنامج الفريق وجدوى التدريبات الفريق لغاية مواجهة الداخلية باذن الله يعني النهاردة التدريب مستمر يا محمد الساعة ستة ان شاء الله باذن الله غدا نفس الموعد ومنها المعسكر مغلق بمشيئة اللاكة العادة مباراة يوم الخميس كلنا طبعا منتظرين هذه المباراة المباراة الهمة جدا مباراة الداخلية الامور كلها عاديها محمد بالنسبة ليه لتدريبات جوة يمكن التقص متقلب شوية لكن في هذا التوقيت الحقيقة دركة الحرارة اهدى شوية توقيت الساعة ستة ده بيكون توقيت يعني نوعا ما مقبول شوية بالنسبة لي اللاعبين فالنادي الاهل منتظم فيه تدريباته في موعد الساعة ستة ومنها المعسكر مغلق ان شاء الله استعدادا لمباراة الداخلية القادمة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الاهل المتوجد حاليا في مقار النادي الاهل بالجزيرة قبل انطلاق التدريب بأقل من حوالي 45 ديئة معنى الكلام انه لا وقت للراحة من مباراة الجيش لمباراة الداخلية لمباراة الجيش فيما بعد لا وقت للراحة ضغط يعني بدني ونفسي وعاصبي وزهني غير طبيعي ربنا يكون فعون الجهاز الفني والليعبين لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا انهم هيتخطوا المرحلة دي وهيكونوا جاهزين بإذن الله للمباريات اللي جاية نخرج الى فاصل ثم نواصل قضية النهاردة في ناس كده مجرد ما تسمع عن الانتريند النهاردة هناش قضية بتقلق ليه؟ لان النهاردة انا عندي مفاجآت متعلقة بالخبر اللي اعلنوا اتحاد الكرة بالامس يمكن اتحاد الكرة في الساعات الاخيرة مش قادر ياخد قرارات في عدة ملفات مهمة جدا ولكن بيحاول يدرس يشوف رغم ان الاتحاد عارف هي المشكلة فين ولكن بيحاول قدر الامكان يشوف الازمات دي يخرج منها ازاي لان الاتحاد عنده مشاكل وربطة الاندية عندها مشاكل وقصص كتيرة وحكايات وروايات ولكن قضية النهاردة هتكون بناء على خبر نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيولئي الخبر بعد اجتماع مطول مع بيريرا اتحاد الكرة يتخذ قرارا باعادة هيكلة لجنة الحكام اعادة هيكلة لجنة الحكام يعني انت بتشيل اللجنة بالكامل وبتعمل تشكيل جديد استعدادا للموسم الجديد عندك قرارات او اشياء حدثت داخل اتحاد الكرة ولجنة التحكيم على هذا الاساس خدت قرار باعادة الهيكلة ولكن لما تيجي تبص على التفاصيل اللي مكتوبة في الخبر اتخذ مجلس ادارة اتحاد الكرة قرارا باعادة هيكلة لجنة الحكام واجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصر حيث تم الاستقرار على ضم دكتور عزب حجاج والكابتن سامي فاروق فيما تم توجيه الشكر لبعض اعضاء من اللجنة في صياغة الخبر الصياغة الصحفية لما بيتم الاعلان عن اعادة هيكلة دي كده مش اعادة هيكلة دي مش اعادة هيكلة ليه؟ لان الناس اللي كانت موجودة في اللجنة وتشالت من اللجنة مهامهم انتهت بنهاية الموسم بالنسبة للأقسام اللي كانوا مسؤولين عنها سواء القرى النسائية سواء دور القسم التاني القسم التالت القسم الرابع كل ده خلاص خلص فانت بتتلق اعضاء اللجنة اللي موجودين ما بيقوموش بأي دور فانت وفرت الفلوس بتاعتهم ومشتهم وجبت اتنين لتفاصيل تانية هقولها دلوقتي بداية بس عشان نحلل تفاصيل الخبر اللي قدامنا دلوقتي ده واحد اتنين لما تعلن ان في اعضاء لجنة مشي من الشفافية انك تقول هم مين ليه؟ لان انت عندك هنا الناس ممكن تسأل هل احمد الجرح مشي؟ هل احمد ساهر مشي؟ هل المعد البدني محمد بخاطر مشي ولا لا؟ طيب لو هنتكلم على احمد الجرح واحمد ساهر وحتى كابتن سعيد عبدالفار الناس دي مسؤول عن القرى النسائية والقسم التاني والتالت والمساعدين في الاقسام اللي كانت موجودة في الدرجات الادنى اللي كل الدوريات دي خلصت فطبيعي جدا الناس دي تمشي بنهاية الموسم ولكن لما تيجي عند المعد البدني محمد بخاطر وتطرح هنا سؤال مهم جدا لما تجيب معد بدني الكابتن سامي فاروق هل هنا جايبه بديلا لمحمد بخاطر ولا مع محمد بخاطر الاتحاد لغاية دلوقتي ما اعلنش اي تفاصيل ولا اي كولي لان عنده مشكلة كبيرة في الجزئية دي ليه بقى محمد بخاطر وسامي فاروق الاتنين ده معد بدني وده معد بدني فكرة انك تعين معد بدني في التوقيت ده مش معروف الهدف منها ايه هل ممكن يكون لها وحنا هنا بنترح تساؤلات لها تبعات ونتيجة اخطاء حدثت من اللجنة بتعين حكم الكابتن محمد الحنفي وهو غير مؤهل لإدارة المباريات بسبب عدم اكتيازه اختبارات اللياقة البدنية وان البريرة عين محمد الحنفي دون الرجوع لاعضاء اللجنة فهل ده سبب من الاسباب ان ممكن يكون فيه تغيير في المعد البدني لازم الاتحاد يطلع يوضح ده لازم الاتحاد يطلع يوضح ده انا نبال احكال عندي مكالمات مهمة جدا مع شخصيات انا قلت اسمائها دلوقتي بس حرصا على المصادر وحرصا على سرية التفاصيل مش هتكلم فيها لغاية لما اعرف الاتحاد عمل ايه يعني الناس هتقول لي هل انت اتكلمت مع الجرح وساهر وبخاطر فيه ناس منهم انا اتكلمت معاهم فيه ناس منهم انا اتكلمت معاهم وفيه ناس منهم قالت لتفاصيل لو الاتحاد دلوقتي بقى عنده مكشفة ويعلن هو ماشى مين وخلى مين هنقدر نقول هو ماشى ده ليه وخلى ده ليه ولو ماشى حد ورجعه هو ماشى ليه ورجعه ليه ما هو الاتحاد لازم يكون عنده شفافية في الملف ده لما الناس كلها تشتكي من الاخطاء التحكمية ولما نطرح هنا قضية مباراة بيرامدز والمقاولين العرب وبعدها المقاولين يقدم شكوى وكل الحكام الدوليين بلا استثناء ما فيش واحد طلع المعلومة عكس اللي احنا قلناه الكل طلع اكد كل المعلومات ده الخبراء التحكيم قاله محمد الحنفي لم يكتاز اختبار اليقى البدنية محمد الحنفي غير مؤهل لإدارة المباراة محمد الحنفي تعيينه في هذا اللقاء المفروض الاتحاد القرية يتخذ قرار دلوقتي باعادة هذه المباراة فاعادة هيكلة اللجنة ايه علاقتها بمباراة بيرامدز والمقاولين هل مشيته محمد ابو خاطر ويكلمته سامي فاروق بالمناسبة على فكرة كمان اللي كلم سامي فاروق واللي كلم عزب حجاج رئيس الاتحاد بنفسه الأستاذ جمال علام اللي كلم دكتور عزب حجاج واللي كلم سامي فاروق الكابتن جمال علام بنفسه شوف انا عارف بقى مين كلم مين كمان اقول لكم على مفاجأة تانية هي مكتش عادة هيكلة هو كان تغيير اللجنة اه كان تغيير اللجنة وكان كابتن وجيه احمد مع دكتور عزب حجاج مع الكابتن سامي فاروق وكان ممكن عدد من اعضاء اللجنة الحاليين اللي مستمرين سواء محمد فاروق مع كامل احترام وتقدير للأسماء يعني كابتن محمد فاروق كابتن حمد القاضي كابتن ماجد رز كان ممكن حد من التلاتة يستمر او التلاتة يستمروا مع الكابتن وجيه ودكتور عزب والكابتن سامي فاروق ولكن الاتحاد تراجع في اللحظات الأخيرة وقرر استمرار بريلة حتى نهاية الموسم اللي هو يعني منتصف الشهر القادم أسبابها إيه؟ إيه؟ إيه الأسباب؟ هل مطش بيرامد زول مولين؟ هل تعيين محمد الحنفي؟ العمل أطرح في تساؤلات هل الاتحاد هيرد؟ هل الاتحاد هيبقى فيه مصرحة مع الإعلام ويقول ليه تم الاستعاند بيسمي فاروق كمعد بدني؟ وهل أبو خاطر موجود ولا مش موجود؟ ما دعي خلينا فيه ما بعد بقى نطلع ونقول اللي عندنا إيه اللي عندنا؟ هل محمد الحنفي فيه أي وثيقة رسمية تثبت أخد بالكم من الكلام اللي جاي ده تثبت إن الرجل ده جري؟ بس أخد بالكم الجري ده مش يطلع بيره يقولك أنا جريته خلاص واختاز اختبارات الليقة البدنية لا 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 القصة مش كده لازم وثيقة رسمية من المعد البدني بتواريخ محددة بقياس زمني محدد يروح لبريرا يقوله أنا كمعد الليقة البدنية عملنا اختبار كذا 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 لو الفيفا تست يعني الاختبار الليقة البدنية المعتمد من الفيفا مش أي حاجة تانية لأن أي حاجة تانية غير معتمدة مستر بيريرا وانت عارف كده كويس أي حاجة تانية ده قياس ما فيهوش نجاح ورسوب ده قياس بدني لكن لازم الحكم يخضع الاختبار الليقة البدنية عشان يكون مؤهل ان يصفر في الملعب فعشان يحصل ده لازم يكون فيه وثيقة رسمية تثبت ده عندك وثيقة رسمية تبعتها للمأولين تقوله لأ شكوتك غلط الحكم ده جري ولا ما عندكش هل معد الليقة البدنية المسؤول عن هذا الملف حصل ده وعمل ده ولا ما عملوش بخوض بالك برضو معد الليقة البدنية ده شغال في الاتحاد الافريقي فاللي حصل ده لو الراجل ده نزل حكم والرجل ده لم يكتزي اختبار الليقة البدنية وما حكمش هتبقى مشكلة ليه في الاتحاد الافريقي فلازم يدافع عن نفسه لأن هنا احنا بيتكلم على واحد بيشتغل مع الاتحاد الافريقي كان موجود حتى في بطورة الاندر توينت اللي اتنظمت في مصر مع الموزنبيك والسنغالي المسؤولين على الاعداد البدني في الكاف فلما يوصل لهم كلام ان في مشكلة في مصر ان حكم نزل حكم وهو مكتس اختبار اللي يقول بدناها يسأله المعد البدني او ايه اللي حصل ده فلازم يدافع عن نفسه هو عنده وثيقة تثبت ان في اختبار ولا ما فيش اختبار ليه تم الاستعانة بسامي فاروق فين محمد ابو خاطر هو اعادة هيكلة ولا كانت مؤامات لفترة معينة احنا طرحنا الاسئلة وفتحنا القضية من جديد نتيجة الخبر اللي نشره الاتحاد احنا كلما بنقول كلامنا في القضية وبنستنى نشوف القرار بيطلعوا بتصرحات كيفية بقى تصرحات وكيفية ايه بيانات طلعوا قرارات الموضوع بقالوا اسبوع فين القرار فين المستندات فين الادلة في ولا ما فيش فاصل ثم نواصل كمان خرجت بالامس تصريحات لدكتور اهاب الكومي عدو اتحاد الكورة وقال فيها كلام يعني غريب جدا قال لك اخطاء التحكيمة التي اثرت على النتائج لم تتجاوز التمن مباريات قدامكم على الشاشة تصريح يمكن نقلوا موقع في الجول وانا مش هادل استوعب بصراحة يعني كل اللي احنا فيه ده بسبب تمنى المتشاط بس يا رجل ده الاهل الواحد وتظلم مش هادل من خمس ست متشاط ده فيه فرق بتنافس الاهل دلاللوقتي في الدوري ومتصدرة الدوري الاخطاء التحكمية كانت في صالحها في حوال 4-5 مباريات فهدي بنتكلم على 10 مباريات خد بقى مطشل الاتحاد والداخلية قد 11 عندك مباريات الزمالك والمصري والمصري تظلم في بعض اللقطات والزمالك كان ليه حق حتى في عادة ركل الجزاء شوف احنا عزيزي واضحين وبنتكلم بكل امانة قد 12 لا يا دكتور إهاب أنا شايف المتشاط كتير جدا يعني فكرة ان اخطاء التحكيم التي اثرت على النتائج لم تتجاوز التمن مباريات ده كلام بصراحة يعني مالاش علاقة بالواقع خالص بدليل كمان ان انتو حتى وانتو بتاخدوا قرارات دلوقتي بتأكدوا ان اللجنة فيها مشاكل فبتأكدوا ان اللجنة فيها مشاكل فالقرارات عكس التصريحات بعد دي الحاجة التانية برضو اتعاملت كده احصائية غريبة وفيها تقييمات غريبة قالك افضل خمس حكام على تقنية الفار كابتن طريق مجدي ورقم اتنين محمود عشور انا برضو عادت ادور في المباريات اللي قادرها محمود عشور محمود عشور ما قادرش مباريات في الفار بقى لقتها من خمس ستة شهور وقبل كاس الأمم ما كانش بيدير فانتو حطينه زي رقم اتنين ضمن اهم خمس حكام بيديروا مباريات في الدولة السنة دي ازا كان محمود عشور السنة دي محكمش حاجة ده الراجل اللي صفر لانه اصلا هو مش هينفع يصفر زي زي الحنف ومحمد الصباح والكابتن محمود عشور عارف كده كويس ولكن حتى في الفار الراجل ما تعينش رغم انه افضل حكم فار حالين في افريقيا فبنتحطينه في التقييم الزي رقم اتنين فواضح ان التقييمات اللي بتطلع من الاتحاد ومن اللجنة واضح ان هي تقييمات الليه علاقة بالدور الفنلندي ما لهاش علاقة بالدور المصري مع كامير احترامي بصراحة للتصرحات لان التصرحات ما لهاش علاقة باللي احنا شايفينه على الشاشات يعني في المباريات وهو السؤال اللي بيتطلع كل مرة هو الفار بيشوف حاجة غير اللي احنا بنشوفها في التلفزيون اكيد لا يعني فيبدو ان التصرحات بتقول حاجة غير اللي احنا بنشوفها في المباريات طيب حاجة تانية كمان اللي علاقة بإدارة المسابقات في الموسم المقبل النهاردة كورا بلاص يمكن نشر خبر نقلا عن مصدر في ربطة الاندية قالوا فيها ان المسؤولين عن ربطة الاندية عندهم عزم شديد لاستخدام نظام جديد لإدارة مسابقة الدوري في المسم الجديد بعد حالة الجدل الدائرة في الوقت الحالي انا قلت ايه النظام ده ادخل اشوف بقى اتفرج بقى واشوف الكلام الجديد قال لك هنعمل أبليكيشن بتقنية جديدة هيسمح للاندية بمتابعة جدول الدوري من زمدية البطولة طبعا الناس بتتابع الجدول وعندها الجدول بي دي اف وعلى الايميلات وعلى الفاكسات وكل حاجة هو الأبليكيشن على الموبايل هو اللي هيحل الازمة قال لك ان اي تعديل سيكون من خلال النظام الجديد دون تدخل من اي عنصر بشري وسيقتصر دور ادارة المسابقات على ادارة التطبيق الجديد دون تدخل فيها ليه اتعامله ايوة يعني ايه دون تدخل عنصر بشري يعني انت هتشيل مطشي مثلا في الخانة هو المطشي الواحدة هيروح للخانة التانية انا مش قادر افهم بصراحة ايه الابليكيشن اللي هتحط على الموبايلات ده مع مسؤولين الاندية وهو اللي هيشتغل بالشكل ده يا جماعة اللي بيديروا مسابقات لازم يحطوا افقارهم الاول على ورق ويحددوا الرولز واللايحة اللي يمشوا بيها ويحددوا الموعيد تبقى للفراغات وعلى هذا الاساس الجدول بيمشي بالشكل ده لا محتاج تطبيق ولا محتاج ابليكيشن ولا محتاج سيستيم ما احنا بنتواصل مع الناس في المسابقات في الكاف وبنتواصل مع الناس في المسابقات في الاتحاد الدولي ولنا علاقات الحمد لله بالمسابقات في الاتحاد الاسياوي والحمد لله بنشوف اللي بيحصل من المسابقات في الاتحاد المصري لا احنا حاجة مختلفة عن كل الناس دي على فكرة احنا حاجة مختلفة عن كل الناس دي فالقصة مش قصة ابليكيشن وتطبيق قصة انت محتاج تغير شكل الدوري محتاج يتم تقليص عدد الاندية من 18 ل 16 و 14 لازم يتشاف لها حل لأن السنة الجاية والسنين اللي جاية فيه مسابقات إفريقية ودولية كتيرة فيه كاس أمم فيه كاس عالم أندية فيه كاس عالم المنتخبات فيه حاجات كتير جدا على فكرة بعد بقرة يوم الخميس تصفيات كاس الأمم المؤهلة للمغرب فلسه هنتعرف على مشوار منتخبنا الوطني في شهر تسعة وعشر وحداشر اللي جاي فيه حاجات كتير جاية فالقصة مش في الأبليكيشن ولا التطبيق الفكرة أنت بتفكر إزاي في إعادة هيكلة هيكلة بجد لشكل الدور العام في الفترة اللي جاي دي الخلاصة ودي التفاصيل اللي ليه علاقة بالأخبار اللي قارتها النهاردة على المواقع والمنتشرة في السوشيال ميديا سواء أمر المسابقات والربطة أو حتى تصراحات دكتور إهاب القومي نحرج إلى فاصل ثم نواصل طيب آخر أخبار الترند والكلام المنتشر في السوشيال ميديا والمواقع نشوف اللي تكتب بخصوص الأهلي البدافة ترند الآلي من حساب بطولات قطار المارد الأحمر لا يتوقف الأهلي في آخر عشر مباريات بالدوري حقق عشر فوز متتالي 30 نقطة في عشر مباريات متتالية ليرتفع الرصيد ل51 نقطة خلف بيرامدز بفارق 11 نقطة والأهلي ليه أربع مباريات مؤجلة عن بيرامدز نرى لحساب أخبار الدوري المصري في سبورت 360 وسام أبو علي الأكثر مساهمة مع الآلي في عام عشرين أربعة وعشرين عمل عشر مساهمات تهديفية أحرص ست أهداف عمل أربعة أسست الرقم تسعة كما يقول الكتاب على فكرة وسام لسه جاي في يناير فرقم كويس جدا في فترة كمان غاب فيها بسبب الإصابة حوالي مرتين فأعتقد إيجابية جدا للأرقام دي في أول ست شهور ليه مع النادي الأهلي طب الوطن الرياضي بيتكلموا على أن طبيب الأهلي دكتور أحمد جبالة بيقلب الموازين في ملف تجديد علي معلول وبيقولوا أن التقرير الطبي اللي كتبه بشأن مستقبل اللاعب قال أن فيه تحصل للحالة فيه سرعة لاستجابة العلاج مما دفع مسؤول القلعة الحمراء للتحدث مع كولر حول التراجع عن فكرة الرحيل وتجديد تعاقد علي معلول أنا بقول لحضراتكم تجديد تعاقد علي معلول مالوش علاقة بالتفاصيل اللي مكتوبة دي وكمان إن شاء الله بإذن الله قريب جدا ممكن يكون فيه أخبار جيدة جدا في التوقيت المناسب النادي الأهلي عاي علينها بشأن كل اللاعبين سواء معلول أو حتى عمر السلية زي ما تقال موقف محمد هاني وزي ما تقال موقف أنتوني مودس في ظل لغبطة كتيرة بتتقال برضو قريب جدا هتسمعوا الجديد في هذه الملفات لكن تقرير الطبي مش هو اللي بيحسن بالشكل ده لأن الإصابة يعني مش حاجة جمدة لقدر الله إن شاء الله معلول احنا بنتكلم بالكتير قوي خلال شهرين بإذن الله يكون موجود في الملاعب ملعب القاهرة 24 بيتكلموا على إن كولر يجبر الأهلي على رفع مزاد عطيت الله في الصيف الناس بقى بعد ما عرفت إن حصلت اجتماعات مع كولر بشأن الصفقات والمسم الجديد وأسماء الراحلين فابتدى يقولوا أصليحي هتوطوا الله راجع في الكواليس ممكن يكون فيه تفاوض معه ملف الصفقات هتسمعوا فيه كل يوم جديد وزي ما قلت لحضراتكم فيه أسامة بتتقال هتعرفوا بعد كده أن الأسامة دي مش حقيقية ومع الوقت هتعرفوا أن الأهلي بيفكر في أسماء أخرى فملف الصفقات كل يوم دايما فيه جديد لكن الكل بيحاول يجتهد حول الأسماء اللي ممكن تقترب من التوقيع للنادي الأهلي كورابلس بيقولوا كولر يجد طلبه بالتعاقد مع ميكوينة لاعب وسط سانداون وأنا بأكد لحضراتكم ميكوينة مش مع النادي الأهلي عايزين تعرفوا المفاجأة ميكوينة في الفترة الحالية موجود في اليونان وعنده عروض من أوروبا وعنده عروض من الخليج وسانداونز لو بيفكر في الاستغناء عن ميكوينة مش هيكون داخل القرى الإفريقية فالأهلي تفاوض لا الأهلي تفاوض ولا الأهلي يتكلم ولا ميكوينة أصلا عايز يلعب في أفريقيا إلا من خلال سانداونز وبالتالي هو حالين موجود في اليونان أنا بقول لكم هو خبر جديد طريقا على هذه المعلومة ميكوينة حالين موجود في اليونان فكل الكلام اللي بيتقالعي أنه فيه تفاوض مع الأهلي أنا بقول لكم الكلام ده أصلا غير حقي نروح كمان لحساب المصر اليوم سانداونز يرفض انتقال ميكوينة للأهلي وتجدد المفاوضات مع نجم تونس أدي موقع بيرد على موقع قال ميكوينة للأهلي هو سانداونز آصلا أهلي ما طلبش منه الأهلي ما طلبش من سانداونز انضمام ميكوينة ولكن المواقع بتجتهد إن الأهلي عايزه وسانداونز بيرفض ولا الأهلي طلبه ولا سانداونز رفض بس بقول لكم المعلومة اللي عندي إن سانداونز لو هيسيب ميكوينة هيسيب له عروض خارجية في أوروبا أو في الخليج مش في مصر ولا في القرى الإفريقية واللعب حاليا موجود في اليونان نكمل مع بعض ونشوف اللي موجود في تريند الاهلي مصدر ليلا كورة عمر كمال جاهز للدخلية واشعة للتأكد من حال التاو وده اللي قلنا من شوية معز منا كريم احمد ان عمر كمال الحمد لله تعافى من الاصابة في العضلة الامامية ولسه في اشعة جديدة لبيرس التاو والاهم اللي جاية يكون في تدريبات متتالية لعمر كمال ممكن يدخل قيمة الاهلي في مواجهة الدخلية وللأ ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله بعد ختام التدريب الوطن الرياضي محمد عبد المنعن يبلغ ادارة الالب بموقفه النهائي من الرحيل الوطن قال ايه بقى عبد المنعن بلغ الادارة ومسؤول اقطاع الكرة بالرحيل عن الالب بشكل رسمي وعدم البقاء في الصيف اللي جاي وقال ان عنده عروض من اوروبا ومن الخليج وان بنسبة كبيرة هينتقل للدور الفرنسي بنسبة تتخطى الستين في المية وان هو حاطت الاحتراف في اوروبا في المكانة الاولى وأجل فكرة الاحتراف في السعودية وانا بقول لحضراتكم لغاية اللحظة دي مفيش اي كلام عن هذا الشأن ومفيش عرض رسمي وصل الالي بشأن محمد عبد المنعن ولكن في وكلاء بيتكلموا في التفاصيل دي كتير اخر حاجة بيقوله الالي يكتفي بصفقة يوسف ايمن في الدفاع بشرط نفس الكلام كان بيتقلق بكده على زين الدين بالعيد طب ايه اللي هيحصل لسه الملفات دي مفتوحة وهنشوف اللي هيحصل فترة اللي جاي نبدأ المشاركات والسؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة الهيكلة اللي تمت فيه ملف التحكيم رأيكم ايه في قرار اتحاد القرى في هذا الملف تالين بتقول تحياتنا ليكي اكيد شكرا جزيلا لحضرتك اتحاد القرى نفسه يحتاج ثورة قروية تخلعه من جزور الفشل فازاي اتحاد القرى نفسه هو اللي هيعمل اعادة هيكلة للتحكيم اللي وصل لمرحلة متدنية وكل قرارات الاتحاد تؤثر على الحكام في الملعب وربنا يسطل على نهاية الدوي راتب بيقول مساء الخير تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا لك حرقة متعودين عليها بالرياضة المصرية ولن تؤتي بسامار لان لجنة التحكيم اساس اختيارتها ليس للكفاءة بل مين صاحب التربطات ومن يقدر يحشد الحكام لصالحه اخر تعليق معايا فتح بيقول يتوقف على ما ستفرزه اعادة الهيكلة اذا بعدنا عن الاشخاص اللي فشلوا قبل كده واحسننا الاختيار بالتأكيد اداية التحكيم هيتغير الى الافضل خاصة لو تم اختيار من يشهد لهم بالنزاهة وغير محسوبين على اي احد ولا يخشون في الحق احد يعني دي كانت ابرز التعليقات حاولت اختار كده مجموعة معينة لاننا عارف وشايف ان الجمهور يعني متضايق جدا والتعليقات غاضبة جدا من اللي بيحصل فيه ملف التحكيم ولكن في النهاية نتمنى الافضل في الفترة اللي جاية سواء دكتور عزب حجاج انضمام دكتن وجيه احمد حتى في نهاية الموسم اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية احنا معاكم بنتابع الملف ده اول بول والحمد لله كل الاخبار الحصرية في الملف ده هتسمعوها هنا من خلال برنامج التريند شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا حلقة جديدة ولقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء